أهلا بكم في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الاقتصاد أقرت الحكومة مشروع موازنة العام المقبل بعزم 12 مليار و 511 مليون دينار ووصفتها بأنها واقعية وتؤسس لمبدأ الاعتماد على الذات دون زيادة أو فرض ضرائب جديدة الحكومة استندت في تقديرات مشروع الموازنة إلى تحقيق نمو حقيقي بنسبة 2.5% يتقدرت إجمال نفقاتها بـ 12 مليار ونصف المليار دينار مقابل حجم إيرادات تبلغ 10 مليار و 200 مليون دينار وتوقعت انخفاض العز الأولي والذي لا يشمل فوائد القروض إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.9% وفق أرقام إعادة التقدير للعام 2024 وتؤكد الحكومة أن تقديرات الإيرادات واقعية وتسهم في إدارة العملية التنموية حيث تم تقدير الإيرادات المحلية بنحو 9.5 مليار دينار مع تقليل الاعتماد على المنح الخارجي المقدرة بنحو 734 مليون دينار وفي بند نفقات رفعت الحكومة نفقات رأسمالية إلى مليار ونصف المليار دينار بزيادة نسبتها 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024 لتغطي التمويل المشاريع الكبرى وابناء المستشفيات والمدارس الجديدة وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية فيما قدرت نفقاتها الجارية بنحو 11 مليار دينار وتؤكد الحكومة في موازنة العام المقبل التأسيس تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات اذ توقعت ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% بدلا من 81.16% من إعادة تقدير لمؤشرات العام الحالي بالإضافة إلى انخفاض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمال النفقات إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.13% في مؤشرات 2024 كشفت الحكومة أنها ستعلن عن حزمة قرارات تحفيزية جديدة قريبا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز السيولة لتضاف إلى حزمة القرارات التي أعلنتها خلال 62 يوما من عمرها وأوضحت الحكومة خلال لقاء مع صحفيين اقتصاديين أن القرارات التحفيزية جاءت مع تراكم المبالغ العالقة لدى المؤسسات الحكومية إضافة إلى وجود أكثر من 555 ألف سيارة غير مرخصة قيمة المطالبات المستحقة بنحو 332 مليون دينار وفي مجال الدين العام تعهدت الحكومة بإنتاج أسلوب بانتهاج أسلوب جديد وضبط الدين والعمل على استبدال جزء من الدين الخارجي بقروض ميسرة لفترات طويلة وفائدة أقل مع تأكيدها على التزامها بتزديد ديونها وفي تفاصيل المشاريع الكبرى قيد الإنجاز توقعت الحكومة الوصول إلى الغلق الملي لمشروع الناقل الوطني العام المقبل وتوقيع اتفاقيات مشروع السك الحديد بين العقبة والشيدية في الربع الأول من العام المقبل في عين تنتظر الحكومة توصيات اللجنة المكلفة لدراسة مشروع المدينة الجديدة خلال أسبوعين بعد إقرار المخطط الشمولي الذي يضم مستاد دولي ومدن تسليع ولقراءة ملامح مشروع الموازنة العام المقبل والذي سيصل إلى أرواقة مجلس النواب يوم الأحد المقبل ينضم إلينا عبرزوم الخبير الاقتصادي محمد البشير مساء الخير سيد محمد مساء الخيرات سلامات سلام حمداد سيدي الحكومة أكدت أنها تؤسس لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وهو مصطلح كانت الحكومات السابقة تعمل على تحقيقه هل نصير على الطريق الصحيح استنادا إلى أرقام موازنة 2025 المعلنة؟ أبدا يعني كأنني أسمع موازنة الـ 24 من ناحية الخطاب من ناحية المضمون لا شك أن ما تحدثت فيه الحكومة بالبيان الموجز الذي لم يأتي بتفاصيل كثيرة عن بنود الموازنة بالدعم النقدي للمحتاجين وبدعم السلع الاستراتيجي وبدعم صندوق الطالب كلها تؤكد مرة أخرى على الأعباء التي يعاني منها المواطنين بالإضافة إلى ما تفضلت بإعفاء المواطنين من الغرامات بموضوع السيارات التي لم ترخص كلها جميعا بتأكد وتبين قديش الظروف الاقتصادية والمعاشية للمواطنين الصعبة الذين يشكلون بالمحصلة النهائية هم عنوان حقيقي من عنوين قدرة الحكومة في أن تحقق نسبة النمو المرجوة نعم سيد محمد إذا تكرمت تقارير دولية أشارت إلى تراجع الإرادات نتيجة الظروف الضاغطة على الاقتصاد والحكومة تتوقع إرادات بأكثر من عشرة مليارات دينار هل تقديراتها واقعية برأيك ويمكن تحقيقها؟ أصلا أخي عمدان الإرادات عن السنة الماضية لا يوجد فروقات وحتى النفقات الموازنة جامدة نحن الموازنة الأردنية بسبب السياسات المالية التاريخية من أكثر من عقدين من الزمن هي سياسات ضارة ساهمت فيما وصلنا إليه من حيث أزمة مالية عامة تتمثل في أنه النفقات التجارية بحدود 70% منها رواتب ولما نتحدث عن خدمة المديونية بحدود 19% لـ 20% بجوز تصبح السنة هاي خدمة مديونية فأنت بتحكي عن وضع صعب جدا من الصعوبة بمكان الحديث عن إمكانية أن تحقق الحكومة على ضوء ذلك أي تقدم في تحصيلات بالإرادات بسبب ذلك نقطة ثانية هيكل الاقتصاد ما زال مرتبكا ودون الاستفادة مما أفرزته حرب غزة العدوان على غزة وأهلنا في تغيير المزاج الشعبي في التوجه نحو الصناعة المحلية والمنتج الزراعي المحلي أو البيني العربي فإن الحكومة من دون أن تغير من سياساتها المالية أعتقد لن تستطيع أن تحقق ما ورد بخطاب الموازنة من نوايا طيبة واضح سيدي الأرقام لا تعديد سيد محمد الأرقام لن تنتج ذلك سيدي لتعزيز السيولة وتحفيز الموال الاقتصادي أصدرت الحكومة خلال 62 يوم حزمة قرارات تحفيزية كيف تقرأ هذا التوجه في ضد الأوضاع الاقتصادية وبروف الجوية السياسية الحالية أيضا هذا إيجابي هذا إيجابي يعني موضوع الاتفاق رغم أنه قد يكون تحت الطاولة مع جمعية البنوك في توفير 200 مليون لدعم القطاع الإسكاني والمواطنين إحفاءات الغرامات وضريبة الدخل على المتأخرين أو السيارات الغير مرخصة الدعم دعم صندوق هذا دعم صندوق الطلبة لـ 53 ألف أو 90 ألف مواطن يستفيدوا من الدعم النقدي للمحتاجين كله بأشر على أنه هذا توفير سهوله بنفس الوقت بأشر على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنين نحن نقول أن السياسات المالية بمعنى العودة إلى معالجة العبء الضريبي الذي تم العبث به من أكثر من عقدين من الزمن المتمثل بضريبة مبيعات ضريبة غير مباشرة أعباءها كثيرة ذات تأثير على الطاقة ذات تأثير على قطاع الاتصالات ذات تأثير نعم ولكن سيد محمد مسائل تتعلق بالسياسات المالية يعني توقعات الحكومة استندت إلى تحقيق نمو حقيقي بالنسبة 2.5% كيف تقرأ هذه النسبة من ضمن المؤشرات الاقتصادية والدين إضافة إلى النمو السكاني أيضا؟ أنا أعتقد أنه نسبة متفائلة دون معالجة مشكلة العبء الضريبي أنا أعتقد أنها لن تحقق هذه النسبة مهما كانت الإجراءات التي تتخذها هامش المناورة دون مناقشة موضوع الملف الضريبي الذي يؤثر على السياسات الاقتصادية التي هي تنتج مورد للخزينة أنا أعتقد لا تستطيع أن تحقق نسبة النمو المرجوة اليوم نحن شفنا خلال الأشهر الماضي أن هناك نموا في قطاع الصناعة ونسبة نمو جيدة في قطاع الزراعة لكن نسبة النمو في قطاع الخدمات تراجع رغم السياحة على سبيل المثال بالإضافة إلى أعباء المواطنين وعدم قدرتهم على تنبيه استثماتهم نعم سيد الحمد البشير هذا بشكل قوة استهلاكية سيدي الحكومة رصدت أيضا زيادة في النفقات الرأسمالية يعني بنحو مليار ونصف المليار دينار كيف يمكن أن تكون أو يكون هذا الرقم إيجابيا من حيث البنود التي ستوجه إليه أخي حمدان السن الماضي كان مليار وسبعمائة مليون في تراجع مئتين مليون لكن قد تكون هناك إعادة تقدير بسبب الظروف الاقتصادية والسيولة لدى الحكومة لذلك هذا البند جزء منه مشاريع قديمة وجزء منه وخاصة الناقل الوطني وسكة الحديد التي تتحدث عنه الحكومة المفروض أنه يخص الشركتين والدولة مع الشركة الإماراتية هي ضامنة بالتالي أنا ما بعرف كيف إقحام موضوع سكة الحديد من الغور الصافي أو من الفوسفات إلى العقبة بموازنة الحكومة أنا مش قادر أعرف أنا بنتظر التفاصيل بالموازنة حتى أستطيع أن أعلق على هذا البند لأن هذا موضوع يتعلق بشركتين قطاع خاص الحكومة قد تكون حصتها متواضعة بهذه الشركتين وبالتالي تخصيص من موازنة الحكومة لدعم هذين الخطين شيء إيجابي لكن الأصل أن تتحمله الشركتين نعم طب الحكومة أيضا تعاهدت خلال اللقاء مع الصحفيين الاقتصاديين اليوم العمل على ضبط الدين العام من خلال استبدال جزء من الديون بقروض ميسرة بأجال طويلة فائدة أقل هل تعتقد ديون كن تحقيق ذلك في بلد يتوقع النمو أن يصل إلى 2.5%؟ أنا لا أعتقد ذلك هذا خطاب مكرر دائما تتحدث عن الحكومة عن إمكانية إعادة جدولة المديونية الحكومة بموازنة الحالية هناك أكثر من 2 مليار و400 ألف 400 مليون قد تكون العجز في الموازنة إذا نزلنا منه 734 مليون بتبقى المبلغ المتبقي تقريبا بحدود 2 مليار إلا هذا كله أعباء مربوط بالقدرة على تحقيق نسبة النمو القدرة على تحقيق نسبة النمو تتطلب العودة إلى الأدوات المالية ومعالجة الاحتلالات فيها لمعالجة الخلل في هيكل الاقتصاد الوطني نعم الخبير الاقتصادي محمد البشير كنت معنا عبرزوم شكرا جزيلا لك يا أهلا بك أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن اللجنة المطاعة المختصة بقرار تحديد الحد الأدنى للأجور ستعلن قرارها خلال عشرة أيام لافتا إلى وجود إجماع على الزيادة وقال البكار خلال ندوة حوارية في منتدى نعيم الثقافي أن الوزارة حريصة على تنظيم شؤون العمالة الوافدة بحيث تلتزم العمالة بأحكام القانون الأردني مشيرا إلى وجود خيران أمام العمالة غير الأردنية المخالفة إما الالتزام بالقانون أو التسفير خارج أراضي المملكة ولفت أن البت في موضوع الغرامات المتراكمة على العمالة السورية لا يزال قيد الدراسة والبحث قرار الحد الأدنى للأجور هو قرار بموجب قانون العمل مناطب اللجنة الثلاثية لشؤون العمل هي من ستتخذ هذا القرار ولذلك أنا لا أستطيع أن أعلن عن أي نسب لسبب لأنه في دراسات ستقدم وسيتم مناقشتها في اللجنة واللجنة ستعلن عن الرقم الذي ستحدده إن شاء الله للحد الأدنى خلال العشر أيام القادمة فيه تعديلات على مواد مشروعي القانونين وبالتأكيد اليوم نتطلع إلى شمول أكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الغير منظم وإتاحة المجال للعمل الجزئي ومساعدة السيدات على الدخول سوق العمل وتشجيع أصحاب العمل على فتح حضانات أو تعاقد مع حضانات أيضا لمساعدة السيدات لدخول سوق العمل وهناك دعم يقدم الضمان الاجتماعي سواء إنشائيا للحضانات أو تشغيليا للعاملين في هذه الحضانات أيضا هناك تعديلات تتعلق في الفصل التعسفي هناك نظام سيصدر بموجب التعديلات الجديدة وسيراعي التوازن قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام خيرا بصعيليك إنهم استلموا جميع الملاحظات الواردة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لعام 2024 بهدف التجويد وخلال اللقاء التفاعلي مع مدراء الموارد البشرية من عدد من الوزارات والدوائر الحكومية قال إنه تم إصدار تعليمات استخطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام وتقييم الأداء والتقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف وتعليمات العمل الإضافي في القطاع العام وشدد على دور الحكومة في دعم وتمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة للقيام بدورها الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع سوية وترسيخ مبدأ الخدمة العامة اللقاء اليوم التفاعلي يأتي لشرح هذه التعليمات وآلية التطبيق بالإضافة إلى ذلك ستقوم هيئة الخدمة والإدارة العامة بتنظيم زيارات إلى مواقع العمل لجميع دوائر الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الوزارات والدوائر المختلفة بهدف الإجابة على أي استفسارات ومعالجة أي عقبات أثناء التطبيق اليوم اكتملت نسبيا هذه التعليمات المرافقة لنظام إدارة الموارد البشرية والذي يشكل أحد المكونات الرئيسية في خارطة تطوير القطاع العام ونعتقد أن تطبيق الفعلي وتطبيق هذه التعليمات بيسر وسهولة سيسهم بشكل كبير وأساسي في رفع سوية القطاع العام في سابقة فريدة إصلاح العملة خيار لجي إلي أهالي قطاع غزة في ظل العدوان المستمر منذ 410 أيام وما فرضه من تحديات مالية وسط شح السيولة يعني أول مرة بشوف أنا أو بعرف عمري 50 سنة ما شفتش تصليح عملة إلا غير عنا بقطاع غزة يعني بلشوا يصلحوا بالعملة والمصاري الموجودة كلها فيها مشكلة العملة الموجودة في البلد لها السنة بتلف بين الناس من إيد هذا لإيد التاجر لإيد المواطن وبترجع نفس الإعادة من إيد التاجر لإيد المواطن وبترجع فلقيت المواطنين بطلوا يأخذوا العملة العملة نفسها انهارت هذه كل الأزمة وكل المشكلة لأنه التعامل بين التاجر والمواطن اليوم أو بين فئة الشعب كلها بالورق اللي هي المصاري هي اللي عامل القصة يعني أنا ما بتعامل مع التاجر اللي غير بالمصاري ما بتعامل مع الدكانة والصوبر ماركت اللي غير بالمصاري وهي المصاري هدي مهرية ما هو بدي أضطر أنا يعني أدفع الثلاثة في المية هدولة إلا أصلحهم عشان أمشي عشان أمشي حالي وأشتري إغراضي وأمشي المصاري في نفس الوقت لأنه فيش بديل حرب إحنا حرب يعني ما فيش إنه تتجدد المصاري أو تروح على البنوك ما فيش لا بنوك ولا فيه إشي